يقول ربنا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة نعم أيها الأحبة امتن الله علينا وأنعم علينا ببعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا قال الله سبحانه في سورة النحل وهو يستعرض نعمة الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن نعمة الله هنا هي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المنة وهو النعمة وهو الرحمة نعم أيها الأحبة تحدث القرآن عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير موضع ففي معرض لامتنان بنعمة الكوثر يخاطب ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر الكوثر نهر في الجنة عدد كيزانه كنجوم السماء نهر في الجنة عدد كيزانه كنجوم السماء ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبطر يقال لما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكور قال أحد المشركين هو العاص ابن وائل لقد مات أبناء محمد الذكور فإذا مات هو بعد ذلك انقطع ذكره فقال الله إن شانئك إن خصمك إن مبغضك إن عدوك هو الأبطر هو المقطوع الذي لا ذكر له أما أنت يا محمد فقد رفع الله ذكرك في الأولين ورفع ذكرك في الآخرين ورفع ذكرك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين